الحل الأسياسي الإسرائيلي أهلا بك سيد أمير ما هي أثار الهجمات العسكرية التي يقوم بها حزب الله على إسرائيل وحرب غزة لو سمحت أن تكون الإجابات مختصرة لأنه لدي عدة أسئلة والتأثير المباشر للحرب في غزة ولكن بدون أو بطريقة غير مباشرة هناك ثلاث مصادر للتأثير أولا قوات الدفاع الإسرائيلية لا تشمل كل وحداتها العسكرية في غزة عليها أن توفر البعض منها في الواقع أغلبية الاحتياط لأن الوحدات النظامية في غزة ولكن إسرائيل لديها فرق عسكرية إضافية المشكلة الثانية هي أن هناك ضحايا على امتداد الحدود حوالي أو عشرات الإسرائيليين قتلوا في الشهرين الماضيين والعامل الأخير هناك حوالي ستين ألف إسرائيلي تم اجتثاثهم من قرائهم في الشمال ولن يعودوا إلى بيوتهم إلى أن يتأكدوا أن الحدود آمنة وهذا بالطبع سيعتمد على ما إذا كان حزب الله سيقوم بشكل تطوعي بالتراجع عن الحدود ليس فقط وقف النار وإنما الانسحاب من الحدود إلى أن يصل إلى نهر اللي طاري في الشمال أم لا إذا لم يقم بذلك إسرائيل ستجرب القوة لطرد حزب الله بعيدا عن الحدود ولكن السفير جيمس جيفري الموجود معنا في السوديو يقول أنه عندما تتوقف الحرب في غزة فالأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ستعود إلى ما كانت عليه في السابع من أكتوبر وسيتوقف إطلاق النار المتبادل هل هذا الأمر مقبول من قبل إسرائيل عودة إلى الوضع حسب ما كان عليه قبل السابع من أكتوبر لدي إعجاب كبير بالسفير جيفري وأنا قرأت كتابه وأعرف عن خدماته العسكرية وعمله الدبلوماسي في لبنان وأماكن أخرى وأنا أقدر معرفته العسكرية المشكلة هي في الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشكلة هي أنه لا توجد حكومة في بيروت يمكن لإسرائيل التعامل معه وأفضل ما يمكن عمله هو إما الذهاب إلى تفاهمات 96 قبل انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عندما كانت كان هناك تفاهمات غير رسمية ولكن لم يكن هناك أي طرف يقوم بقصف البدريين الآخرين أو كما حدث قبل 17 عاما بعد حملة لبنان في صيف 2006 وقرار 1701 الذي منع حزب الله من التوجه إلى الجنوب لكي نختصر الإجابات سيد أمير هناك مساعة ديبلوماسية جارية لتجنب الحرب بين إسرائيل وحزب الله معلومات صحفية ذكرت أن إسرائيل وافقت على أن يبقى حزب الله بعد انسحابه من الحدود في بعض مواقع الرصد المشتركة مع الجيش اللبناني بعد نشر قوات فرنسية في جنوب نهر الليطاني على أن تنشر قوات أمريكية على الجانب الإسرائيلي من الحدود وهذا ما استبعده السفير جفري قبل قليل أيضا هل هذه الضمانات مقبولة لدى إسرائيل وما هو المقصود بالمنطقة العازلة المطلوبة هل العودة إلى الحزام الأمني في جنوب لبنان هذا غير مقبول بالنسبة لإسرائيل إسرائيل لا تحتاج إلى أي قوات أجنبية على امتداد حدودها على الرغم من أنه في اتفاق السلام مع مصر هناك شريق ضيق إسرائيل قبلت به ولكن مرة أخرى هناك اتفاق سلام وليس ما هو موجود مع حزب الله شريق ضيق حزام أمني هو على الأقل 5 إلى 7 كيلومترات هذا هو نطاق القذائف المضادة للدبابات التي يمكن أن تصيب المستوطنات في إسرائيل أيضا هناك قوة كوماندوز حوالي 10 ألاف وهي القوة الرئيسية لحزب الله هذه القوة يجب أن تنسحب وراء الليطان طيب أمريكا تعارض الحرب وتريد الحل بشكل ديبلوماسي ما هو الحل الديبلوماسي الأفضل لإسرائيل وماذا لو فشل هل يمكن لإسرائيل أن تقوم بهذه الحرب في وقت أن واشنطن تعارضها إسرائيل ستكون راضية بالعودة ولكن بطريقة معززة إلى 1701 ولكن يجب تنفيذ القرار أيضا يمكن أن يكون هناك ترتيبات ديبلوماسية بحيث مزارع شبعة موضع الخلاف بين سوريا ولبنان سوريا تقول إنها أراضي سوريا إلى أن تعطي سوريا المزارع إلى لبنان فإن إسرائيل لن تنسحب منها وتعطيها إلى لبنان ولكن ممكن لو قمنا بتوسيع هذه الحزمة ولكن هذا كله لا يحدث عندما تنتهي إسرائيل من الحملة في غزة فإنها بالتأكيد لن توافق على حفاظ حزب الله على قواته على امتداد الحدود وإبقاء المواطنين منع المواطنين الإسرائيلي من العودة إلى بيوتهم وهذا ما يقال بأنه عندما تنتهي الحرب في غزة ستنتقل إسرائيل إلى الشمال هل الحرب حتمية مع حزب الله وحتى لو كانت الولايات المتحدة ضد الحرب ومع الحل الدبلوماسي هل يمكن أن تعارض إسرائيل الفيتو الأمريكي وتقوم بهذه الحرب لا يوجد شيء حتمي نعم إسرائيل تعتمد على الولايات المتحدة والولايات المتحدة قالت بالفعل الرئيس بايدن قال لا وكان يعني إسرائيل أيضا ليس فقط حزب الله وإيران إسرائيل غير مستعدة الآن لإجهاض أو القيام بحرب خيارية المشكلة هي أنه إذا استمر حزب الله في إطلاق الصواريخ وبالطبع يستطيع أن يطلق صواريخ من شمال بيروت وأيضا هناك على الحدود السورية هذه حرب استنزاف ليست حرب حقيقية وإسرائيل لا تستطيع أن تقرر الآن ما ستفعله في العام القادم عليها أن تنتظر النتائج عندما يتم اتخاذ القرار ولكن نعم سؤالك في موضعه إسرائيل لا تتصرف ضد رغبات الولايات المتحدة طيب أمير أورن الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي من تل أبيب نشكرك هل من تعليق سعادة السفير جابريل وسعادة السفير جيفري نعم يبدو لي مما سمعت أنه إما حزب الله ينتقل إلى شمال الليطاني وإلا إسرائيل ستقوم بحرب لتدفع حزب الله إلى شمال الليطاني والخيار هنا أو الخياران سيئان خاصة إن كانت